في رد سريع على البيان الخماسي لوزراء خارجية شرق المتوسط مصر واليونان وقبرص إضافة إلى فرنسا وبمشاركة الإمارات أبدت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق استغرابها من وجود أبو ظبي في البيان الصادر رغم عدم امتلاكها أي حدود بعليبيا واعتبرت الخارجية في بيانها أن وجود دولة غير متوسطية في البيان يعد دليلا على أن هذه الدولة التي تفصلها آلاف الكيلومترات عن ليبيا لها أهداف وأجندات خفية لذلك تسعى وراء تشكيل تحالف مع الدول المعتدية مثلها على الشعب الليبي وعلى الشرعية الدولية بيان الخارجية جاء ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ممارسات الإمارات لا تنتهي وتبرز وجهها الحقيقية في العدوات على العاصمة حيث سعت إلى تشكيل تكتلات لتقويض الاستقرار في ليبيا ومناهضة الحكومة المعترف بها دوليا وفي تحدي لقرارات مجلس الأمن لتوريد الأسلحة إلى ليبيا قدمت أبو ظبي دعما غير محدود لحفتر في عدوانه على العاصمة ومولت بسخاء اقتناءه للأسلحة الثقيلة وزوادته بالطائرات المسيرة التي شكلت رأس الحربة في العدوان على طرابلز بقصف المدنيين وتدمير البنية التحتية للبلاد واستهداف الكلية العسكرية الذي راح ضحيته عشرات الطلبة والذي وثقه التقرير الدولي للأمم المتحدة خير شاهد ودليل ومثل ما طلطخت صمعتها بدعم العدوان بالسلاح والعتاد والطائرات فقد سيرت أبو ظبي جسورا جوية لإرسال مرتزقة إما بتجنيدهم بشكل مباشر أو باستغلال الشباب الباحثين عن العمل عن طريق شركات أمنية وهبية لتزج بهم في أتون القتال